في هذه اللحظات فتحت البوابات وانطلقت الجياد المنتجة محليا عمر 4 سنوات المفتوح لجميع الدرجات على مسافة 2400 متر على جائزة سعد بن بخيبة التركي رحمه الله من أهالي الرياض وحد الرواد الذين دخلوا الرياض مع جلالة المغفور الله وبذن الله الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن طيب الله ثراء وشاهد الآن خزين في المركز الأول مركز الثاني للواعظ المركز الثالث لندار والمركز الرابع في هذه اللحظات الاحتدام مع انطلاقة هذا الشوت والمرور من أمام المنصة الرئيسية مشاهدين الكرام أطول المسافات في هذا الميدان وهذه المسافة يجب أن تكون لها ظروف خاصة وكذلك تكتيكات خاصة للخيالة والجياد المشاركة وعدم أيضا السرعة في هذه المسافة إلا في اللحظات الأخيرة نشاهد الآن رقم اثنين خزين في المركز الأول التنافس على المركز الثاني بين الثنائي الواعظ وندار في هذه اللحظات ومن الخارج أشاهد الآن عذب المشاعر يحاول وتأخر الآن إلى المركز الخامس في هذه اللحظات الاحتدام المرشح الأقوى للفوز في هذا الشوت فيما المحاولات تأتي لبقية الجياد المشاركة معنا في هذا الشوت والتنافس على شد لازالة الصدارة والمركز الأول لخزين مع محاولات الآن لعذب المشاعر من الخارج ندار يأتي في هذه اللحظات والرباعي المسيطر على المراكز الأربع الأول في هذا الشوت ندار وكذلك خزين والواعظ وعذب المشاعر واحتدام بدأت المنافسة وبدأت القوة الآن والانطلاق قبل المنعطف الأخير بدأت القوة الآن والانقضاظ على الصدارة ومحاولة السرعة في هذه اللحظات وبدأ التنافس يشهد قبل المنعطف الأخير مشاهدين الكرام وأشاهد الآن خزين في المركز الأول المركز الثاني لنا الدار يتراجع ندار احتدام يتقدم إلى المركز الثاني في هذه اللحظات فيما خزيم ما شاء الله تبارك الله محافظا على المركز الأول ومحاولات الآن للواعظ ومحاولات الاحتدام في هذه اللحظات فيما خزيم للإصطاب للأبيض لأبناء ملك عبدالله بن عبدالعزيز في محاولة للحفاظ على المركز الأول ما شاء الله تبارك الله مع محمد ادهم والمحاولات تأتي للواعظ في المركز الثاني واحتدام في المركز الثالث ولا زال خزيم في المركز الأول ما شاء الله تبارك الله خزيم إلى المركز الأول بكل قوة من البداية وحتى النهاية